كما توصل قوة الاحتلال حصارها الخانق وعود ونهى المكتف على جباليا ومخيمها للاجئين شمالي قطاع غزة وارتكب الاحتلال اليوم مجزرة عبر استهداف مجموعة من الفلسطينيين أثناء انتظارهم لمساعدات أمام أحد مراكز توزيع المساعدات بمخيم جباليا وهم أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات كما أنت مصادر طبية استشهاد ثلاثين شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم